في أمل أخفي يا دكتور الأمل في الله دايماً ما بيخلصش يعني أنا ممكن أعيش وأتجوش وأخلف إن شاء الله يا حبيبتي أهم حاجة تسيبك من الوهمة ده في حالات بتخفي بالعلاج والقواضة القوية لكن الضعف والخوف مش كويس عشان جهاز المناعة لكن الثقة في الله والثقة في النفس بتأول مناعة عن إذنك أهو سمعت الدكتور قلك إيه قلك فيه ناس خفت بس أهم حاجة تجمدي كنت شعرف إن حياتي هتبقى ناكت قوي كده لا وإيه بتي بتخلص بسرعة شكل كده العلاج مش هيجيب معايتي نتيجة أنت لازم تبقى قوية زي ما الدكتور قال وقال لها تبقى بتخلصي على نفسك بإيدك معلش يا إلهام ما تقلت عليك قوي يا بنت أنت دلوقتي زي بنتي بالزبط يا ترى أمي حبيبتي عاملاء دلوقتي ولو جرالي حاجة قبل ما تشوفني هتعمل إيه؟ شكل كده مش ناوية تجيبيها البر لما المحلول يخلص إبضراب الجواز عشان نغيرها ممكن تديها المنوم يا دكتور بدل ما هي عادة بتهري وبتنكت في نفسها كده متهيقني العلاج كده مش هيجيب معاها نتيجة هشوف عنيزة فضل نحيم كنت يبتوش فيش الدكتور بتقوليله إيه كنت بسأله عن مدة العلاج والدكتور أقل لك إيه؟ حسب ما التحليل حتزهر أنت بتكتبي علي ما تحاولي تنامي شوية يا نعام ريحي يا أختي يا ريتنا قطر بقولك إيه؟ قومي روحها عشان تبحقش أقولك لا أنا النهاردة مريحة عندي معاد معا منتج ومخرج عايزيني في فيلم سيمة إيه ود يا جامد إيه ده؟ بجد؟ الخبر الحلو ده؟ آخر أنا حتنسلي يا الهم قدي كده فرحانة عشاني وأنا حموت ملحوظة عليك روحتي فين ست النجمة؟ ست النجمة أما لو بقيت صوهر زكي ولا سمي يا جمال حتعملي فين أي يا ريت أنا فين ودول فين بس يعني مش حدقتي معايا؟ لا محدش بيقعد مع العيانين خايفين يتعيدوا من المرضى هي يا بنتي العدوى دي ما بتجيش غير من حالات معينة ملهاش دعوة بالبيات جنبك الزهر أني لازم أسيبك هجيلك الصبح ماشي عشان تطلمنين وتقوليلي هعملتي إيه في الفيلم وهتغتي دور إيه بس أهم حاجة هيدوك يا كاب وعي تتنازل ماشي أسيبت معلاماتك يا أختي ماشي سلام 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 يا أختي يا علم أنا هشوفك تاني ولا لا اشتركوا في المكان ما أعطأين مصردات دروس هيه فيه معلش يا أبو العزبين هتبغي حكس طيارة رمضى فاضل على بعدها ثلاث ساعات وانتم مين وحزين ايه ممحس الأول العم ها دوزر ما تعرفوش أنا مين نجوز أخت زكريا باشا عوني وانترق علي مين لنجح بيه ممكن ساعات أبتوز لهم في التحييب فاضل معا مطرر ممكن أعرف طعمتي إن شاء الله هتعرف كل حاجة هناك يا دي المصيبة يا دي المصيبة حدت بيت الزائدي مدعب خدت بيس للعمة والأورتاص إيش ممكن ما حصل لي مش أنا قبل كده دا خالص ايه دا وشوف البيت راح اتصارها بتشيك وخلط وفلساعة طب انا بقى ايه يعني ايه يعني خد على القفايا مستر كوكي تحب اجيب احضراتك با لو هو تشبت با لو هو تزفت با لو هو تطين مش عايز اعمل لي ارفع اعمل ليها وسادة ما هو دا اللي جاب دا للأرض مش عايز هو تزفت دا اتفضل يلا ايه مع علم كوكي قهد لوحدة ثلاث وما تفيني الحتة الزيت اللي تت معاك بس يا حمودان بس يا حمودان مش طايق نفسي ومش طايق لدومي وبعدين ايه مع علم كوكي دي اتنين مع بعض اللي بتقولون دول ايه يا اخي وانت محتاج تمييز ايه انتو بتحكي تتخلقوا مع بعض ولا ايه وانت ازعاد دا انت متحن السبع الاخر شوية شوية لقيك ماسك الميكرافون وطول خسارة وايكياربار 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 احمودان انا مش نفسك اطلع من مفهول خدراتي انا عايزة افهمك اصلي انت غالبان بيجليك ممكن بتقع في الخي طول عمرك عايش في الطرق مش واخد عالكافهات وعلى اللي بيحصل فيها انا عايزة بصرك بصرني يا حمودة بصرني انا احس ان انا بيت كفيف بعد اشوفش قولي هو انا مش صاحبك وحبيبك وهمك اه بس من غزع لا لا مش عايزة قول البنت اللي انت واقع فيها دي نصابة ايوه نصابة بتصطاد اي زبون من دول وتعمل شويتين بتاعها او اياي كسكلياي وهو تقوم بسال عمه ومقلعه دومه ويا فكير طب انت اي انا عرفة فيه كفير في شمع شهار كان بتوقت فيه واستضت واحد صاحبي حبيبي زيك كده برده مبيش حبتين بالاية اللي شغالين في السادة عملت عليه الحبتين دول بس قبل ما يقع في الخيّة اخوك الليح على طول مانا صابتش عليه غير في حتتين ده بيبوق خمس تلاف جنيه نعم يا ربدي بحس يعني انا كعهيد ده كله وصرفت ده كله ومالحقتش حتى اخد بوسة بتقول حاجة يا معلم كوكي لا ما بقولش حاجة خلاص انا مش ريتها من هنا وقطعت رجلية ومش هتيجي هنا تاني خالص هو هتكون طبيت يا معلم كوكي لا قلتلك لا خلاص في سؤال كان نفس اسأله لك من زمان حمول هو هو انت بتشترك ليه؟ انا عندي مصنع باسترمة كده ولانشن على جب نبومي كده يعني صح صح اللي انت قلت تهركب معاك بالزبط ناصك بس تفتح مصنع سجوء اه بس مفيش واحدة في مصر كلها قدرت تضحك علي شاكل حاجة في كل حاجة وفاقس كل حاجة بياخدني على قد عقلي وابيقول ان انا مخمار بقول لك يا حمولان هو كيلو الباستر ملكيه انا مش عايزة حد من الزباين يشتكي منه واهم حاجة عندي العدة تبقى نجيفة وزي القشة فل كده وتحطولي تحت كل فنجال او كوباية منديل ورق واللي اهم بقى من كل ده الوش يبقى بشوش ما انت يلاقيش يبدون فتحية كله حيبقى تماما ان شاء الله يا حبيش يا راجل اللي قبلك ما كانش كده كان كل اهم ويجي اخر النهار ويجي عملته كام ويدك على المعلومة لا ما اهم حاجة بقى في الشغلانة دي النظافة والصنعة انا كان علي فنجال قهوة يا سلام اسأل علي كانت الزباين بتتسطل منه الكبير قبل الصغير انت كنت فتح المفيل تاعك فين يا مادم فتحية ما تفكرنيش في مكان كله كرم ورزق يلا الحمد لله كل شيء نصيب فالتي ولا ايه ما تشغلش بالك انت على فكرة انت ست طيبة قوي يا مادم فتحية كتر خيرك وعرفت منيه علشان مرضتيش تخلينا نمشي بعد ما رست عليك المناقصة التعلم فيه وعرفت كمان انك قلتي انك ما بتحبش تطعش حد يا امان عندي ايال ولازم اراعي ربنا وما حبش ابدا حد يقطع عيشه ولادك بيشتغل ايه مادم فتحية اثنان قهوة واحد ينسون في البلاتونة مادم فتحية حاضر يا اخويا من عنايه روحين تعملي الي انسون وانا هروح اعمل الي انسون لا قهوة ايه اللي تعمليها مايصحش ايه اللي مايصحش دي شغلتي انا مقدرش اعود كده من الريد شوف وبعدين دي القلوة دي ما تبقاش حلوة دي من ايه دي انما يا اخويا انا عايز اسألها هو المين الخواجة بلاتونة بيشتغل ايه؟ البلاتونة هو الستوديو اللي بيزيعوا منه البرامة اسمه البلاتونة اه اللي بيطلع منه التلفازيون ايوة طب يا اخويا روح انت اعمل اليانسون وانا هعمل اليانسون من انا ايه؟ اسلام عليكم حلوة قوي السؤال ده ومحتاج إجابة تفسيرية لقوانين الاساسمار تمام يا دكتور ده مرتبط على فكرة فسوء المال طيب انا كنت عايزة اخد رأيوكو في سؤال عشان نبقى عارفين بالزبط ايه وجهة نظركو في الكلام اللي اتفضل يا بنتي ايه بنتك ايه انا اسفة يا ست اقرا والله ما قصد اصلا اصلا انا حنجي بنتك قدك كده تمام وبقالها مدة مسافرة وتشبهك وبتعملي ايه هنا اصلي المناقصة بتحت النصبة ايه اقضي بتحت الكافيتيريا يعني رزت علي وانا اجرتها هتريدك تقومولي بحاجة تانية متشكرة يا ست اه اسني فتحية فتحية يا ست اقرا عن إذنك مالك يا أستاذة إكرام انت عبانة ولا إيه لا لا أنا خويسة ما فيش حاجة أنا بس يعني كلام الست الست دي كان يأثر فيها شوية عشان بنتها اللي شابهي وبقالها فترة ما شفتهاش وكده يعني إحنا في زمن العجايب الأم تربي وتكبر والابن لما ربنا يديله وينسى فضل أمه عليه ويتنقر لها ربنا يسطر علينا لو إيه في ناس بتدخل أبوهم وموهم ضرموا السنين عشان يفضل حياتهم مش قادرين يستحملهم حتى في كبرهم ده جيل ما عندوش ولا 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 انتماء إحنا هنغير الموضوع بقى عشان قربنا نطلع على الهواء قريته الأسئلة أيها أنتوا جاهزين هتجهزوا قامت أنا جاهزة على فاكرة وقال لي يا عصام بيه أنا مبارح بس جالي الموبايل ده هو وأنا عارف يعني اسمه إيه ولا مركيته إيه وأنا بقى أتكلم وخلاص وارد يعني بقى فيش أنا بعدت جبت يعني عشر اتنصر واحد كده علشان إيه لي والنسواني والأولاد وكده إيه ويا يا أخي بس يعني سعر الخط غالي قوي إيه يعني تترفسوا توجي نيعلق إيه يعني ده فيش حاجة تغل عليك أقرامبيل الله يخليك إنه وقتنا ما قلت ليش جبت نجريت منين لأنا لسه مركب الخط يا دوب من يومين معاك حق فعلا مفيش أي حاجة تستخدم في البلد دي إنما أنت كنت عاوزني في حاجة خير حقيقة أنا كنت عاوز أحول حملة إعلانات المصانع من إكرام لسعادتك لا يا بدنا نوالا حاجة شوية مشاكل صغيرة كده هو ننفصل شوية يعني يا ود إحنا إيه نرايح على صبدة ليه؟ ليه كده يا أقرامبيل ليه؟ ده أنت وخدين بعض على حب أنت بتسادة وتأمن بالله أنا جالي حالة زهول أول ما عرفت إنها وفقت عالجوازة دي وإنت على زنبيتك اتنين صوتك بيقول إنك مبسوط من اللي بيحصل دي ها؟ ايه ايوة صح لا لا ها؟ ها؟ لا عندك حق ما حدش بيفرح في المصائل أبدا لا لا طه امتى؟ لا 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 والله ما عرف يا أقرامبيل أصلي ساعتك أنا بشوفاش هلا نادرا بعد الحفلة بتاعتك دي لا لا ساعتك تؤمرني ابعتلي بس جواب رسمي من عندك بوقف تنفيذ حملة الإعلانات باسم إكرام عبد الحميد وأنا هعمل لازم لا 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 تؤمرني تؤمرني ساعتك تصبح على خير وانت بقى كده لي رسمي وقانوني وعرفي عرفي 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 سنيكي اكرم يا رب بإكرام بتخلص شغله وبتعمل بيزنس وبتهبش عمولات بالكوم وعندها أرض في ستة أكتوبر وانا سقرص بلا عندها بلا أرض بلا بتاعت غرية وفلوسها بلاش السرعة دي الله يخليكي الله والواضح سين فين مجاش ليه سبحان الله شو بيك لوب بيك جورنال بكرة هوا فضلت لابت في إبدان التحرير اللي حند معربية التوزيع نزلت الربط وانت جايب أول نسخة وفريرة على هنا بنا يسطر ما نشوف الستة الإكرام دي ترجعت لعقلها ولا شوشو بيلعب في ودانها لسه مين شوشو دي؟ شوشو ده ده الشيطان المؤفزة والعزب الله أصلحنا بندلها يعني وبنقوله يا شوشو خلاص انت هتوقت ترغي يلا مع السلامة أكرم بيه أمشي ولا ساعدتك عايزني في حاجة ده اتنيل استنى عايزك تروح مشور العجوزة شفتي بقى مدامة ما ينفعش أمشي كده قلبي بيبقى حاسس أكرم بيه عايزني إمتى فالح قد تعال شايف الشيك دهو؟ تاخده تروح على العجوزة تابل جمال بيه تدهوله في أيه يدوه بس بشرط محدش يكون معاه مفهوم؟ خلاص يا فتحية بقى انت ما ارتكبتيش أي زنب عشان تعميه كل بتعميه ده بتطلع إيهات أنا مشيت بقعت مشور البوفي ده والسكينة سرقتني كنت فرقانة يا جلال بيننا عبقى في وسط ناس بس انسيت خالص اني أكرم بتشتغل موزيعة هنا وحضرتك منبيتينيش من أول ما جاء لا حضرة قوة إلا بالله أنا بيت ليه بس ودي تعملي إيه غلط؟ ما تبتشتغلي تتعبي بما يردي ده برضو بتشتغلي بياها تشاي وقهوة؟ حتى لما حبتي تغيري جلدك ما لستيش عقلك؟ حاسبي على كلامك يا إكرام ما يصحش قابر انت كاليمي وديتك بالطريقة دي لا من قدامي ولا من ورايا لا إن شاء الله حضرتك كنت جوزها ولا ابنها ولا أخوها وانتي انتي مصممة تطلعيلي بكل حتة عشان تفضحيني؟ أنا أفتحك اغسى عليك يا إكرام الله يسامحك أنا هنا بس بقالي كم يوم وانسيت خالي ليه بتعملي كده أنا عايد أفهم؟ ليه مش عايدة تسبيني في حالي؟ ليه مش عايدة تنسيني وتطلعيني من نفوخك؟ ده أنا روح تتجوزتي واحد متجوز مرتين عشان أخلص من الماضي بتاعي وما فيش فايدة حضرتك بتطلعيني في كل حتة يا إكرام ما يصحش كده إيه دي شوية عشرف نكلم بهدوب ونقدر نعرف بالزبط اللي بتعملي ده يستاهل ولا ما يستاهلش؟ ما يستاهلش إزاي يا جلال بيه؟ أنا أعمل إيه؟ شكل إيه قدام الناس اللي بتشتغل في القناة والضيوف لما يعرفوا أنهم يمتعد شي واهوة؟ عموماً لازم تفتخرين السادة العظيمة دي تبقى والدتك وبالرغم من كده ما حدش أنا يعرف لكن بقى بعصبيتك وصوتك العالي هتعرفي الناس كلها حلوة قوي خلاص قبل الناس ما تعرف واتفضح تمشي دلوقتي حالاً والله يا بنت أنا كنت نهوي أعمل كده من ساعة ما شفتك في البلاتون وبسيت في عينيكي لقيت كلها نكران جميل وحيد وكر وعلى مين يا إكرام علمك اللي شانيتك في بطنها تسعة تشر وكبرتك لا يا فتحية أنت مش هتسيبي القناة وما تنسيش أنك ماضي يا عقد وخدتي المراقصة وفيها شعرة جزائي مية وخمسين ألف جنيه أنا هكتب لك شيك بمية وخمسين ألف جنيه وهي تنشي دلوقتي حالاً أنا مش بستنية منك حاجة وفري فلوسك يعني أمك ليه كده يا إكرام لأنا طول عمري بقول عليك هادية ووديعة متحفزة أه لكن قلت الطموح اللي جواكي هو اللي مخليك متحفزة كده عشان تنجحي جلال بي أنا مش عائلة صغيرة عشان حررتك تديني محاضرة في علم النفس مش محاضرة ولا حاجة أنا حبيت أدلو عليك شوية مية ساعة يمكن تفوي من غيبوبة اللي انت عايش فيها دي من زمان ياه لا الحكاية مش مستهلة كل ده ما توجهش قلبك يا جلال بي مفيش فايدة دي بنتي وأنا عرفاها بس من النهاردة خلاص مبعدش بنتي حاضر يا إكرام أنا حمشي من هنا بس بقولها لك هوا قدام جلال بي ما تكمليش يا فتحية ما ينفعش تغضبي على بنتك بس انت بقى مش هتيمشي من هنا ولسبب بسيط جدا ممكن أعرفه من فضلك لأن أنا بقى صاحب القناة وأنا أقول مين اللي يعد ومين اللي يمشي آه أفهم من كده وبصريح العبارة إن حاجتك مستغني عني بتفضل فتحية بتاعت الشاي علي تبقى أمك خسارة إن هتكون أمك أنت ما تستهلهاش عماما من النهاردة اعتبر إن العقد اللي ما بنا يتفسخ والشرط الجزائي خليهولك مش عاوزه وانت ماشيا أعدي على الحسابات لكي تردي بقيت حسابك اللي أنت أساسا ما تستهلهوش مع السلامة يا كرام ومش عادي أشوفه الشيك تاني هنا في القناة حظ سعيد يا ستهان في حتة تاني مع السلامة تصدق أن أنا غلطانة أني خلصت لك فلوس الجمالك بتاعت المعدات يا سلامة وأخدت حقك يا ستهانم على داير ماليم بالتمامك كمال لا أنا ما أخدتش حقك لسه في بقية حساب ما أخدتهوش وهاخده الحقيقة أنا ما هتمتش عارف التهم بتاعتهو إيه دا متهرب من الجمالك عليه حوالي سبعمائة مليون جنيه تفتكري في حد كان بيسنده وبعدين دكتور زكريا ممكن يكون هو السبب في دخوله السجن بصي أنا لما كنت باشتغل في البزنس بس وكنتش عارف حاجات كتير لكن لما دخلت مجلس الشعب وجوزت أبو العز لقيت الدنيا حاجة تانية خالص واللي أنا فهمها دا ولا حاجة وبعدين دكتور زكريا ما روش عليك هبدخول أبو العز السجن طب هتعمل لي إيه مع أبو العز؟ نوية تطلقي؟ حنا فعلا تطلقني وفي حد هجيب أسمت الطلق طب يا ترى لسه عندك استعداد تحبي؟ طول ما القلب بيدق هفضل حبت أنا بشكرك جدا 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 يا مدام شرين على الحوار دا بجد كان حوار ممتع بإذن أكرام أنا اللي بشكرك جدا ها قوليلي هيتنشر إمتا؟ قبل ما يتنشر هكلمك قابليها على طول أوكي؟ عن إذنك باي باي أتركوا أمام خدم المزمون مستبع باشا أتركوا مع بعض الشاي بسموت أخير إزايك يا مصطفى؟ تشدة وتزول الأستاذ مصهر طميني وقال إن معادل استقناف قرب وحتخرج إن شاء الله طب ما خايفة مني جيت تزوليني ليه؟ هو أنت تكتل القتيل وتمشي في جنسته وأنا حخاف منك ليه يعني؟ وبعدين أنا أعمال جايب الأستاذ معاك ليه؟ أنا لقيتها فرصة أجي مع المدام واتكلم معاك على استقناف يا أنا حتكلم أنا والمدام في وجودك؟ اللي أنت عايزه يا مصطفى معلش يا متر؟ ممكن تتفضل تستناني برا شوي بس يا مدام يا متر قالت لك استناني برا خلاص أنا عارف أن أنت جاي تنقل كل المعلومات التي تسير بي لا مش كده خالص والله خلاص قالت لك استناني برا ما تقلقش عليها مش هعمل معاك أي حاجة مش هينفر أعمل معاك حاجة هنا معلش يا متر تفضل انت طيب يا مدام أنا جنب الباب لأعوزت أي حاجة أوكي يعني إيه مش هتعمل معاك أي حاجة هنا لا اللي ليه عندك مش فلوص خالص أنا مدامك بثلاث سنين سنة ودول يساوه كام يا مصطفى لا دول يساوه عمرك كله بوس يا مصطفى أنا جاي أقول لك كلمتين أنا مليش داخل خالص باللي حسن خلاص وفر الكلام ده أحسن لبعدين مصطفى أه يا مما أحشتني يا مما بحيك علي يا مما بحشتني يا مما بحشتني يا مما مبدعيلك يا ابن ربنا يفك كربك ويفك سجنك يا رب هي نبح عرسها تبقى مرتك لا يا مما نحن نشترل مع بعض أماني الوضم سلحي أبو حمد بيقول لي مصطفى هيعزمك على فرح وقلت هيتجوز من ورانا لا نقدر يا مما أنا فاعلة كنت تحجوز بس تلاقت ما تستهلش هي الخسرانة اللي حتلاقي في جدعانتك ولا في رجلتك معلش يا ضنايا البلد مليانة بنات زي الرز بس انت ان شاء الله كده تخرج من السجن وتشاور على اي واحدة هيترمه تحت رجليه طبعا اي واحدة في الدنيا تتمنى تتجوز روجل جدع زي مصطفى انا مع شراء من سنين بس كل شيء اسمها ونصير وانت يا شابة تتجوزها؟ ايوة يا مام يا خسارة كان نفسي تتجوز واحدة كده في عودها كده تعالي بس ارتاحي انت بعش طيل تعالي متشاكل اول مدام الهام ما تتابعش نفسك تاني فانا مخلوق حبيله بو اذن الله اوعى قلبك يسود ساعتها مش هتبقى مصطفى اللي انا عرفته انت ما عرفتنيش خاطص عموما انا عملت اللي عليا اشوفه الشك بخير اختر خيرك اه مدام الهام مع السلامة تعرفت ان يا اكرام اتطلقت من اخرى من عبد ده خبر الموسي مرايز خبر بميلوكين ايه ايه رايك بقى لو نزلناه هنا في صفحة المجتمع لا 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 اخص اخص عليك يا شريف ما يصحش اكرام اه مكان اتعالس بلدنا في الجرنان ايه اتعاوز نعمل لك الفضايع ايه اول ايه يا ربي العيون السلام عليك بتعجبني قوي حنيتك وطيبة قلبك يا ريس اه ادخل انت حلال كنا لسه بنجي في صرتك يا ربي يكون بالخير يا عصان بي ازاك يا أستاذ شريف اهلا ازاك يا اكرام مالك وشك مش طبيعي ليه لا ابدا اصلي ما نمتش كويس ومرهقة شوية ليه يا حبيبتي لا انت اول ولا اخر رحت تتطلب الجواز والطلق اسمه ونصيب يا عصان بي وكل حاجة في الدنيا دي لها عمر افتراضي حتى الجواز طبعا اعادي اعادي يا اكرام مقفة ليه تفضل لا متشكرة انا جاية للرايس اقوله كل متين وامشي على طول هاي قولوا بعض كلاما اه وانا اروح خلص شغني في المادة فاضلا شريف اههه اههه اعادي في الواب وراك ايه يا اكرام يا حبيبتي مالك ايه يا رجل خاصة من الدنيا باحد انت بسم الله ما شاء الله زي الامر صغيره وشاب والفرصة لسه قدامك لا اصلا المرة اللي فاتت فكرت بعقلي بس المرة اللي جاية بقى لازم افكر بعقلي وبقلبي كمان جميل وقلبك اللي كي بقى قال لي ان انا استأذن حضرتك اعمل اجازة بدون مرتب ده ايه المفاجأة دي ليه ليه يا حبيبتي انت دلوقتي تفضيتي لتليفيزيون والجرمان انا قدمت اعتذار للقناة الفضائية ياه ده واضح بقى انك واخدك خرارات مصيرية فعلا انا محتاجة اجازة عشان ارتب حياتي من جديد طب خد اجازة من اجازتك السنوية بلاش اجازة بدون مرتب اصلا انا محتاجة فترة طويلة شوية طب بقى ما انشي القوان بقى نتكلف في موضوعنا القديم انا مبقى انساش ومش هنسى وتفتكر حضرتك ده وقت مناسب للكلام ده مش عددك خلصت خلاص نتجوز عن الاثنين عارفي برضو ولا غيرت رأيك لا طبعا عرفي بس اه لفترة اصيارة قالها اصلا فيه خلافات كبيرة بينه بين المدام واحتمال كبير اول اطلق طب ما توافقلي على الاجازة الاول وبعد كده نبقى ناخد ونادي في الموضوع ده وعد وعنش مش حاست انك تموتني تانى قتلتانى مرة وابقى عبيتة لو صدقتك لازم اخلص منك يا نادل يا جبان مجلش تتجوزني لاك روا سباين كنت فاكر اني عقلي لما سلنت لك نفسي وروحي ودلوقتي لازم أخد روحك واه قتلتوا قتلتوا يا حبيبتي أنت بتحلمي؟ قتلتي مين يا إنعام؟ كروان، الندم معلش يا حبيبتي، إن شاء الله حتخفي وحجبهولك متكتف لحد عندك وحياة أمه لازم يكتب عليك يا حصائتي ألام، تجبهولي تحت التهديد أنا هقارف أخد حقي منه كويس أوي، مش هيفلت من إيدي سكوتي، مش الدكتور قال إنه متفاقل خير وإن النتائج بقت كويسة؟ تعرفيش أخبر عن أبوك يا أمك؟ إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي؟ مالك يا إلهيم، إن شكلك مهموم كده لي؟ كنت فين كده من بدري؟ كان عندي مشوارين الصبح، خلصتهم وبعدين جاتلك قوليلي بقى فترتي؟ آه، جابوا لي الأكل وودوني التوى شو بدحيلك يا عام؟ إن شاء الله حتخفي حبيبتي أنا حاسة إن ربنا عوض صبري خير ربنا يقدرني إن سعيدك لعمر كل ربنا ما يحرميش منك أبدا أنت ليه قدمتي على أجازة بدو مرتب من كورنال وصيبت القناة الفضائية؟ لا قلتلك عشان أتفرغ لك والكلام الفارغ ده، أبقى بأجذب عليك أمه ليه؟ هحكي لك؟ ما أنا خلاص؟ ماينفعش أخبي عنك حاجة، هحكي لك على كل حاجة من هنا ورايح أنا نحيز أعرف من دلوقتي ومستعجل قوي كده ليه؟ أنت وراك حاجة؟ يعني مستني ضيف ولا عندك مشوار ولا وراك الاجتماع؟ عندي حاجة أهم من كل ده إيه هي يا ترى؟ الاجتماع مع كنزي ويا ترى، هتناقش إيه في الاجتماع يا معالي الوزير؟ لا، الاجتماع ده بقى انت الوزير؟ وانت رئيس الوزير؟ وانت الشعب كله؟ لا والله يا عصان بي أنا ما عنديش أي فكرة أني أكرام اطلقت لا، أنا الحقيقة مش غاوي أني أدور أخبار الناس لكن انتم بقى نفس الحفيين ودج بلدكم طيب خدي عندك ما يا سيدي انت عرفت أنها تجوز لبيب الغمدي وازن مليه؟ لا، في الحقيقة أنا ما عنديش أي فكرة عن موضوع الجواز ده بس يا سيدي ترى ما الجواز على سنة اللعوة والسولة يبقى خلاص، ما فيش أي مشاكل هتعمل إيه مع الناس بعد البرنامج مواقف؟ وأكرم العد لصحة فلوس الجواز؟ بالنسبة للبرنامج يا سيدي فالبرنامج مستمر زي ما هو والمزعتين كمان بدأ المزيع واحدة بالنسبة للجواز فالجواز هتقدر زي ما هي إذا ما كناش هتزودها كمان ماشي يا عصام بيه، خليني يا أسمن وصوتك ما شوفك ما تروحش كده يعني تقول ع الدور يا سيدي مع السلامة ايه يا جلالبي؟ اللي واخد عقلك يتهناه تي عرفت ابني أكرم اتجوزت وزير المالية؟ وزير حتة واحدة؟ ربنا يهنيها يا جلالبي ويستحنا البنت دي غريبة قوي نادرة أن الواحد بيقابل واحدة من النوعية دي هي طول عمرها كده يا جلالبي محدش يعرف عنها حاجة تنجح، تزقط ولا تعرف عارف سكتها كويس قوي مستعدة تدوس على أي حاجة في طريقها في سبيل أن تحققها هدفها وده عرفت بخطر جدا أنا مش فاهم حضرتك وما عرفتش إنها تجوزت والله يا جلالبي ما عرف حاجة عن الموضوع ده إلا من حضرتك دلوقتي وتلاقيها قالت للوزير ده إنها مقطوعة من شجرة ولا تلاقيها قالت له أهلها كلهم ماتوا إيه شايت يا رب؟ معاولة للطريقة؟ واكتر من كده يا جلالبي اللي رب أخير من اللي اشترك سيريك من الكلام ده دلوقتي الله اللي قهوة بتاعتك تجنم عارفة؟ قبل ما انت يا سيتي تيجي تشتغل هنا كنت خلاص كرهت الشاي والعصير ما كنتش ما كنت بشربهم كل يوم نبع من ساعد ما انت بقى شرفت فينا و جيتي هنا أنا خلاص بقيت مود من القهوة من إيديك بالذات ربنا يكبر بخطرك يا جلالبي زي ما خرجتني من التربة اللي كنت عايشة ودفنا فيها نفسي بالحيا وأخبار المعلم كاركر إيه؟ وغلوتك يا جلالبي ما عرف عنه حاجة من المدة طويل يعني انت ما فكرتين تسألي عنه ولا تعرفي حتى هو راح فينا وحنيل بي إيه؟ ألا؟ هو مش جوزك ولا إيه؟ جوز النيلة بعيد عنك ده أنا لو كنت ربيت جوزين حمام كان يطمرت فيهم العيشة بس على الأموم الحمد لله أنا كده مرتاحة ومبسوطة عن إذنك يا جلالبي فتحية الطامدة حيلة قوي عليك شيك كتر حيرك يا جلالبي أول مرة في حياتي حد يقولي كلمة حيلة عن إذنك يلا يا فروغ بسرعة شوية قبل البيما ينزل دي دي نتينا فأبدون الفطايا كون ليسا طيب أوكي صباحة بقول الصباح الخير يا كركر ايه كركر دي؟ بدلعك ما هو إكرامي بدلعها يا كركر لا بليز بلاش الاسم ده شوف غيره ايه يا حبيبتي انت دايتي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش حاجة بس اسم كركر دم مش لايه علي خالص بصراحة خلاص ايه خريقي بقى أقولي يا كوكو مش ولو إني كبرت خلاص على الدنة انت عمرك محتكبار يا بدل طب قولي بقى لابسه متشاهد كده ورايح على فين؟ عالمكتب يا حبيبتي كفاية عسل بقى ايه ده؟ دلتلتين بس لحقيقة تزهق ولا برضو ممكن ازهق منك لا بيبا انا بحبك قوي انا عمري في حياتي ما قلت الكلمة دي لحد ابدا هو انا اي حد؟ وبعدين ما تنسيش ان انا اللي حبيتك الاول على فكرة انا من هنا ورايح خلاص فضيانك لا شغلة ولا مشغلة لجورنار ولا تلفزيون ولا اي حاجة خالص اي نو دارلنك وعشان كده حبقى من البيت للمكتب والمكتب للبيت شاطر يا بيبي ايه بدلهاك شمال انت يعني؟ طيب يا سبتي على فكرة انا عندك دماء مجلس وزر النهارطة ويمكن اتأخر على الغداء حبيبي هستلاك لحد ما تيجي ايه ده؟ انت مكلتش خالص ايه يا دوبي حبيبتي على منصر المكتب بس انا حبقى تطمن عليك بالموبايل يلا باي باي موسيقى 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 وحشتيني اخبارك ايه؟ انا تمامك ايسا الحمد الله بقولك ما تعطي علي ندردش سوا كده ونقعد مع بع موسيقى اه في البيت خلاص اوكي اكتبي العنوين موسيقى 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 بتفكر في مين؟ هابداً بس حس إنه في حاجة هتحصل تحب أجيب كوتشينة وفتح حالك؟ إحنا نهزر أنا شايفك مش تمام عايزك تفك كده وتبقى ريلاكس مودك مش حال فعلاً أنا محتاجة أبقى مظبوطة أكتر من كده محتاجة أفكر صح بقولك إيه؟ حضريلي حون السرنجات عندك في درج المكتب حفظ مكانهم يا حبيبة ولا أنت نسيت بقى أني من موردة بتاعتك؟ وانت ما تنسيش كمان إنك الوحيدة اللي بسغ فيك موسيقى تعمرك حبيت بجد يا باص؟ مرة واحدة كده عشت تجربة يا إيه ده؟ مين اللي هيجيلنا دلوقتي؟ أفتح يا باص؟ يعني إيه مش لقيين إنعاب؟ هتكون راحت فيني يعني؟ اتخطفت مثلت؟ ده إحنا لسه مدينا المحلون من ساعة وديناها المنون أردتها المنون بإيدي هتكون راحت فين بس يا ربي؟ أنا مش نقصة مصايبة أكتر من كده كفاية لأنا فيه بقى أنا لازم أبلغ الموليس عشان يدوّع عليها لأن وجودها بقى المستشفى خطأ عليها وعلى غيرها موليس؟ موليس ليه يا دكتور؟ هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ دورتوا عليها في الجنينة أو في أي حتة في المستشفى؟ أيوة يحيرم دورنا عليها وملهاش أي أثر يا ربي أنت كل ما تكفز أنت عرفت الطريق الساي؟ اللي يسأل ميتهش هو أنت بيسأل على الأصل الأيني؟ أكيد مادام نقوله هي اللي قالتلك وديتلك العنوان مين دي يا بص؟ وهنعمل إيه؟ أقولك إيه؟ دخلية هتنام على السلج لجوة لحد ما تفوق ونبقى نشوف هنعمل إيه؟ قوليلي يا إكرام أنت ليه خدتي أجازة بدون مرتب من الجرنان؟ مكنت شغلتي نفسك في الشغل في وقت فضاقي ما كانش ينفع أفضل في الجرنان بعد ما بقيت ميرات وزير المالية كل شوية هيقولولك دي عملت كذا عشان ميرات الوزير والوزير عمل كذا عشان خاطر ميراته وبعدين أنا مش محتاجة المرتب في حاجة بصراحة طب إيه موضوع الخلاف اللي بينك وبين الأستاذ جلال صاحب القناة الفضائية؟ ما فيش أبداً كان عايز يتدخل في شغلي ويفرض علي يضيف أنا مش عايزاه المهم قوليلي عصام عمل إيه معاكم؟ أه من حقك دلوقتي تقولي عصام كده حاف يعني هيعمل إيه؟ أهو زي ما هو بس الفترة اللي فاتت دي كان مش طيق نفسه كان تروحه في مناخيه المسؤولية إيه لعليه برضو؟ المسؤولية إيه؟ ده اللي يشايل الشغل كله الأستاذ شريف قوليلي يا فوزير تحبي تاكل إيه؟ أخلي الطبخين يعملولي كل اللي نفسك فيه لا يا حبيبتي ده أنت ضيفتيني ما فيك كفاية يا دوبك ألحق أروح عشان أغدي جوزي يا ربام هاني؟ لا بيبقاش أغسل يا فاني طيب أوكي طب يا حبيبتي قامش أنا بقى عشان ألحق أغدي جوزي طب استني هخلي السواء يروحك طب يا يويد يا جوزي حبيبتي قاعد بهدومك ليه؟ يا بدا أنت حقوقنا غير حالي فيه أهل أبيب؟ شكلك مش مبسوط؟ فيه حاجة حصلت ولا إيه؟ مفيش يا ستي رئيس الوزرة بيحملني مسؤولية التخبط في سوء العم شايفة إيه الوصارة ما نجحتش إنها تضرب السوق السودة والدولار عمالي يطلب طيب وإنت زنبك إيه؟ أنت بتعمل اللي عليك وبعدين الاقتصاد كده كده أصلاً متضم وهم مش حاسين بأي حاجة عمالين يتحكوا على الناس ويقولوا خطة خمسية ومش خطة خمسية كل اللي شغل بالهم كرسيوم وخلاص قولي أنت مسك عليهم ورق عندي بس الوضع إنهم عايزين نكبش فدى يقدموه لرأي العالم طيب أقول لك يا حبيبي تعالى نتغدى وحكيلي على كل حاجة وإن شاء الله هنلاقي حل مليش نفس يا ريت تعمليني كاس على لحم بطنك كده؟ خلاص خلي واين حاضر يا درش الطمان اللي استقناف عمل إيه؟ خد تسأل الحمد لله ألف مبروك يا عمو هوا كده بمدتك قربت دي خلاص يا باطل ممكن بقى ترسيني بالعقل إيه اللي مزعلك؟ يا عمّل يا زعلان ولا حاجة أنا بلد تبقى أفكاري بس عشان أمخرج حعرف أعمل إيه؟ متعالى كده يا مصطفى إني فيه طربية بينك وبالحد ونفسك تخلاصه وإيش عرفك يا فالح؟ آه من الغال اللي بيبان فوشك وعليك كل ما بتتكلم قصو الطرد أغالي 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 اسمها مصطفى إحنا بقى لنا مودة مجبعات وبقى لنا أصحاب خلاص وديك شفت بعليك وبرقتها أتنعلم السجن بلاش يا مصطفى بلاش تعمل حاجة ترجعك السجن تاني أنا لازم خطط إزاي أخو بطاري؟ من غير محب دي أعرف أن أنا اللي خططت أنا مش فهم انت عايز تقول إيه؟ أغالي أهمك أخودي يا عامل أحيبتع كل يوم عليّي أني عمل تبقى جدعاني مصطفى وهتوحشني أوي لما تطلع إلا أنا عمر ما سألتك إذا واخد كم حد خمس سنين شلم فقالي العادل عملت إيه؟ قتل طلت مينة كيلو مرات إيه؟ يا راجل كنت بتحكي لها أكلاني؟ كنت بحباها أوي جوزنا راض على حب كانت باب الشعرية تمن بتيحكي وتتحاكي بقصتنا وأنا عليك تقتلها؟ الشيطان يقبت نغي وضحك عليها كنت قتلت الشيطان وأنا يعني كنت هشوفه إزاي عشان أعطوه مزمرت رقابته وبعدين هربنيه كبير مليان مية نار وبعدين هبقى ولع في جدته وبعد نعرفت إيه؟ تستاهل اللي انت عملته فيها اشتركوا في القناة